بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد مازلنا في سورة المعارج ووصلنا إلى قول الله تعالى من الله ذي المعارج المعارج هي الدرجات وتجمع على معراج ومعارج ومعاريج وهذه كلها موجودة ولكن القرآن اختار هنا أن يكون أن تأتي اللفظة بجمعها في المعارج دون المعاريج أو غيرها ومن الله ذي المعارج كما ذكر ذلك ابن عاشور في التحرير والتنوير قال أنه من الله ذي المعارج أي أن الله سبحانه وتعالى أضاف المعارج إليه تفخيما لشأنها وتعظيما لقدرها لأنها معارج والمعارج كما قلنا هي الدرجات كما قال عن الكافرين قال وجعلنا لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون أي أن المعارج للعلو والارتفاع فمن الله ذي المعارج فهذه إضافة تشريف كما قال ناقة الله وسقياها ونقول بيت الله وغير ذلك من الإضافات إنما هي إضافة تشريف وإضافة تعظيم فهذه من الله ذي المعارج أي أنه من الدرجات العالية ومن العلو وقد ورد مثل هذا المعنى عن ابن عباس أيضا وعن قتادة أنه من الله ذو المعارج أي ذو الدرجات العالية والعلو والفضل ومنهم من جعل المعارج إنما هو للملائكة أي معارج الملائكة أي تعرج الملائكة فيها ونحن قلنا عندما نتكلم عن معارج الملائكة أو معراج الملائكة نحن لا نعرف الكيف يعني ربما البعض يقول إذا كانت الملائكة لها أجنحة فما الحاجة إلى ذكر الدرجات وهل هم يحتاجون إلى درجات إن كانت لهم أجنحة كما ذكر الله مثنى وثلاث وغير ذلك على أن الملائكة لها أجنحة فما الحاجة إلى الدرجات نقول هكذا ورد في القرآن وعلينا الإيمان بها دون الخوض في الكيف فالكيف يكون لنا مجهول في بعض الأمور كقضية معراج الملائكة على من ذكر ذلك من أهل التفسير من السلف رضو الله تعالى عليهم أنهم قالوا المعارج هي معارج الملائكة وهذا أحد الأقوال الموجودة أيضا ومنهم من قال من الله ذي المعارج جعلها للسماوات أي ذي السماوات لأن السماوات هي أعلى من الأرض وكما قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعل الله سبحانه وتعالى إذن سبع سماوات طباقة فكلها على معنى العلوفة قد يكون المعنى بالمعارج أي ذي السماوات وإنما وصفها بهذا الوصف كما قلنا تعظيما ولفت الانتباه إلى مكانتها وإلى عظمها وكذلك قيل على أن المعارج أيضا على أن الحصول المعارج هي التفاوت في الأرواح وفي القدرات كما ذكر ذلك الإمام الرازي قال على أن الناس يتفاوتون في مقدار قربهم من الله سبحانه وتعالى وتفاوت النفوس وتفاوت طاقات الإنسان في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى لا شك أنه التفاوت كبير فيما بين الناس لذلك ذكر الله أنه المعارج على هذا المعنى على معنى التفاوت الذي يكون بين الناس ثم لاحظ أنه الآية من الله ذي المعارج أي أنه هذه هي من الله من الله العظيم من الله الذي خلق وجعل السماوات وجعل معارج الملائكة وهذا كله جاء بيانا الذي سأل عندما سأل بعذاب واقع واستهزأ بهذا السؤال وأراد يعني بيان على أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بدعاه في نزول العذاب حشان النبي عليه الصلاة والسلام على زعمه أنه ادعى نزول العذاب ولم ينزل العذاب فبين أن الله سبحانه وتعالى الذي يملك السماوات ويملك المعارج ويملك هذه الملك العظيم هذا هو قادر على إيقاع العذاب عليكم ثم قال تعرجوا الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة الملائكة تعرجوا الملائكة والروح إليه ولاحظوا في الاتفاة الجميلة ذكرها الإمام الرازي في التفسير قال عندما يذكر الملائكة يذكر معه الروح وسنتكلم عن الخلاف الموجود في معنى الروح ولكن قال في سورة النبأ مثلا في قول الله تعالى قال يوم يقوم الروح والملائكة فقدم الروح على الملائكة وهنا قال تعرج الملائكة والروح أخر الروح عن الملائكة فما الفائدة في التقديم والتأخير بين الروح وبين الملائكة أولا الملائكة كما نعرف كما ذكر الله في أنه المدبرات أمر أن الملائكة هي التي تدبر شؤون الخلق بإذن الله سبحانه وتعالى كما ذكر أنه الملائكة تعرج وترتقي وترتفع إلى السماوات والروح إليه أي تعرج الملائكة والروح قالوا الملائكة علمنا ما هي الملائكة وقد جعل الله سبحانه وتعالى ملائكة الأمطار وملائكة الأرزاق وملائكة للجنين وملائكة للنبات وملائكة ما من شيء في الكون إلا وجعل الله له تدبيرا وجعل له يعني ملائكة تدير هذا الأمر ليس عجزا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا إنما بيان التنظيم وأن الله سبحانه وتعالى جعل كل شيء بقدر كل شيء بقدر نعم قال تعرج الملائكة والروح إليه أما الروح فللمفسرين أقوالا كثيرة يمكن جمع كل هذه الأقوال بأقوال ظاهرة ذكرها يعني على الجملة سأذكر ابن الجوزي والإمام القرطبي والرازي من قبله وابن كثير من بعده والطبري من قبلهم وغير ذلك من المفسرين تقريبا يعني ذكروا أقوالا لا تخرج عن ما سنذكره إن شاء الله قالوا أن الروح الأشهر عند أهل التفسير على أنه جبريل عليه السلام يعني روح القدس وإذا أيتك بروح القدس ونزل به الروح الأمين على قلبك التي تكون منذرين وغير ذلك من الآيات التي جاءت في البيان أن الروح هو جبريل وهذا هو الأشهر بين أهل التفسير ولكن هل وردت أقوال عند السلف في معنى الروح غير الكلام عن جبريل عليه السلام نعم وردت أقوال أخرى أيضا يعني في التفسير على قضية الروح كيلة الروح هو ملك عظيم كما ذكر ذلك القرطبي قال ملك عظيم الخلقة لم يخلق الله أعظم منه وقيل هو أقرب الأنوار من الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى هكذا ورد وحتى ذكر من حجر هيثم يعني في رواية على أن الله سبحانه وتعالى يعني خلق ملكا يملأ نصف الكون وخلق ملكا يملأ كل الكون حتى هكذا في الترائف يقولون جاء رجل إلى أبي حنيثة إن صحت الرواية هكذا يقولون قالوا له أرأيت هذا الملك الذي يملأ كل الكون أين يكون الذي يملأ نصف الكون يعني إذا كان الملك هذا يملأ كل الكون الملك الثاني يملأ نصف الكون وين يكون من هذا الملك قال أرأيت إن كان في الغرفة مصباح قال بلى قال كيف ترى الغرفة التي أنت فيها قال منيرة قال لو أدخلت معها مصباح آخر ماذا سيحصل للمصباح الأول قال لا شيء قال إذن اعلم أن الأنوار لا تتزاحم والأنوار تداخل والأجسام تتزاحم ولما كانت الملائكة من نور فهي لا تتزاحم في كون الله نعم هكذا يعني الإجابة يعني فيما ذكر عن أبي حنيثة رضي الله تعالى عنه أنه أجاب هذا إذن قالوا أن الملائكة أن الروح أيضا قالوا ملك عظيم كما ذكرنا وقيل أن الروح إنما هو المراد به جنس أرواح بني آدم أيضا هذا القول موجود على أن الروح هو جنس أرواح بني آدم لأنه كما ورد أنه الملائكة إذا قبضت روح العبد المؤمن ارتقت به إلى السماء وتفتح له أبواب السماء أما روح الكافر فإنها لا تفتح لهم أبواب السماء كما ذكر الله سبحانه وتعالى فترد إلى سجين أما روح الكافر فإنها تفتح لها أبواب السماء وتزف من سماء إلى سماء حتى تصل كما ورد في الحديث والحديث صححه يعني أهل الحديث قالوا حتى تصل إلى السماء التي فيها الله لكن هنا فيها الله يعني ليس المراد المكان تعالى الله عن ذلك علوة كبيرة فبإجماع الأمة على أن الله ليس في مكان تعالى الله عن ذلك علوة كبيرة ولكن عندما نجد حتى يعني المقدسي شارح نونيت بن القيم وغيرهم فقد ذكروا أحاديث قالوا في بعض الروايات إلى العرش وفي رواية إلى السماء السابعة وفي رواية إلى الله أي قالوا على أنه تصل به إلى المكان المكان الذي أمر الله به كما قال سيدنا إبراهيم إني ذاهب إلى ربي يعني إلى حيث أمرني ربي أي تصل إلى أمر الله أو إلى المكان الذي أمر الله أن تكون فيه الأرواح نعم فقالوا أنه المراد بالروح هي جنس أرواح بني آدم ذكر أيضا ابن كثير في رواية أخرى قال على أن الروح هي ملائكة على هيئة الإنسان على هيئة البشر أيضا هذا منقول عن بعض السلف وذكره أيضا ابن كثير من جملة من ذكره من أهل التفسير نعم وقيل أن الملائكة الروح أفوا يعني كما قلنا إما أن يكون جبريل عليه السلام أو يكون ملك عظيم أو تكون أرواح بني آدم أو تكون ملائكة خلقها الله على هيئة الإنسان على هذا المعنى تقريبا هذه أغلب المعاني التي جاءت في مسألة الروح قال تعرج الملائكة والروح إليه في قراءة أبي بن كعب يعرج الملائكة ولمن مسعود أيضا قال يعني ذكروا الملائكة ولا تؤنثوهم وحقيقة الملائكة ليسوا بمؤنث ولا بمذكر يعني ممكن نقول أن اللفظ فيه علامة التأنيث لكن الملائكة لا تؤنث ولا تذكر لأن الله سبحانه وتعالى نفع عنها أن تكون الملائكة إناثا وهذا كان من قول الكافرين ولكن لاحظ أن القرآن الكريم استعمل لفظ الملائكة مرة فقال يعني والملائكة باصطوا أيديهم باصطوا فذكرها بالتذكير ومرة ذكر قال وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك يعني إذ قالت فجاءت مرة قالت ومرة جاء باصطوا أيديهم وهذا يدل على أن الملائكة خارج قضية التأنيث والتذكير نعم ربما يعني إذا واحد قال لفظ الملائكة كلفظ الحروف المكتوبة مؤنثة أم مذكرا نقول نعم اللفظ مؤنث لكن ليس له علاقة بحقيقة خلق الملائكة لأنه كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن الكافرين في تكبيتهم وفي الرد عليهم قال أشهدوا خلق الملائكة هل هم شاهدوا خلق الملائكة كيف خلقت أنا الملائكة وقد كانت العرب تقول أن الملائكة بنات الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة والسبب في ذلك قالوا لأنه الله قد خدرهن عن الناس والعرب لا تخدر إلا بناتها فقالوا كأنهن مخدرات ومنهم من قال على أن الملائكة لما جاءت بلفظ التأنيث يعني أشاروا إلى أنها مؤنثة وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرة فالله سبحانه وتعالى يعني ليس له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إنما هذا من مزاعم العرب في الجاهلية على كفرهم نعم ولذلك كما قلنا يعني حتى عندما ربما سأل يسأل يقول ولكن الله سبحانه قال والنازعات غرقى والناشطات نشطى والسابحات سبحة فالسابقات سبحة فالمدبرات أمره وأغلب أهل التفسير على أن الكلام عن الملائكة فكلها جاءت بجمع المؤنث السالم نقول على تقدير الجماعة السابحات والجماعة السابقات والجماعة الناشطات والجماعة النازعات كما ذكر بعض أهل العلم على هذا المعنى ولذلك يعني نخرج عن قضية يعني يعرج الملائكة أو تعرج الملائكة بين التذكيري وبين التأنيث ونحن قلنا ممكن أن يكون اللفظ فقط لأنه له علامة تأنيث فقط نعم قالوا الروح إليه أما قضية أنه تقديم الملائكة على الروح وتقديم الروح على الملائكة فهذا فيه إشارة يعني ذكرها الرازي قالوا ربما لعظمي لعظم الروح فهو يفتدئ الأمر فيكون الأمر له أولا قال يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون أي أن الروح وحده يقوم صف وكل ما خلق الله من الملائكة تكون صفا فذكر الروح أولا لعظم مكانته وإذا قصدنا نفس المسألة عن الروح على أنه الملك العظيم إذا استثنينا قضية جبريل الذي هو القول الراجح كما قلنا عند أكثر المفسرين يقول أما في العروج فكأنه يجعل الملائكة تعرج أمامه ثم هو يختمها من باب على أنه يكون يعني عينه على بقية الملائكة في عروجها نعم ولذلك قال تعرج الملائكة والروح إليه أي إلى حيث أمره وحتى ذكره أيضا السندي في شرح ابن ماجة لما ذكر هذه ذكر الحديث واستشهد أيضا بالآية على أنه الروح إليه على معنى حيث أمره وحيث قضى حكمه وهو يعني تعالى الله أن يكون في مكان أو يحويه مكان وهذا يعني لا خلاف عليه عند الجميع حتى لو البعض قال أن هناك بعض الفرق نقول لا لا جمهور أهل السنة كلهم على هذا المعنى أن الله لا يحويه مكان ولا يحده زمان ولا تجري عليه ولا يجري عليه شيء تعالى الله عن ذلك علوا كبير فهو خالق الزمان والمكان وغير ذلك نعم قال تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة اليوم هذا الذي تعرج فيه الملائكة مقداره خمسين ألف سنة هذه قضية أنه مقدار ذلك اليوم خمسين ألف سنة على أي معنى من المعاني يعني أرادها الله سبحانه وتعالى ونحن قلنا التفسير هو يعني محاولة معرفة مراد الله حسب الطاقة البشرية على ما يعني جعل الله سبحانه وتعالى من إشارات للنبي صلى الله عليه وسلم إشارات للتابعين للصحابة رضو الله تعالى عفوان ثم التابعين ثم العلماء ثم ما يفتح الله به على بعض أهل العلم بأن يعني يختاروا بعض المعاني دون غيرها قالوا أنه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاختلفوا هل المراد هذا من أيام الدنيا أم من أيام الآخرة فالأكثر على أنه المراد به أيام الآخرة وليس المراد به أيام الدنيا فمن حملوا على أيام الدنيا قال على أنه الملائكة الملائكة يعني تعرج إلى أمره وإلى السماء الذي هو محلها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة لو وكل الأمر إليكم لو أراد إنسان أن يقطع هذا يقطع هذه المسافة فهو يحتاج إلى خمسين ألف سنة ومنهم من قال على أنه الخمسين ألف سنة إنما هذا يعني اليوم إذا أخذنا على يوم القيامة قلنا إذا كان يوم القيامة فهذا اليوم يكون طويلا على الكافرين كما قال تعالى على الكافرين غير يسير سيكون هذا اليوم عسير على الكافرين غير يسير أنه سيكون أمرا صعبا وهذا خاص بالكافرين أما المؤمن فيكون ما بين صلاتين كما ورد في حديث أخرجه يعني ذكره الإمام القرطبي وذكره عن الإمام الماوردي أنه قال أنه يكون وقت الحساب بالنسبة للمؤمن ما بين صلاتين ما بين صلاة العصر إلى المغرب هذا الوقت الذي يعني يتوقف فيه المؤمن وينال ثوابه وقالوا حتى هذا الوقت إنما يراد منه أن للمؤمن يراد منه الفرحة لأنه الذي يبشر بالخير يكون في سعادة لاستقبال ذلك الأمر استقبال الجائزة التي ستمنح له أما للكافر فإنه يكون مقداره خمسين ألف سنة من أيامكم لأنه الحساب لنا من أيامكم خمسين ألف سنة من أيامنا فانظر إلى عظم ذلك اليوم عندما يعلم هذا الكافر أن الله قد توعده وأن له جهنم وأن الزبانية تنتظره كيف سيكون انتظار العذاب هو عذاب يعني انتظار العذاب للكافر هو بحذة عذاب لذلك قال في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة منهم من قال على أنه الخمسين ألف سنة إنما هو مقدار لون من ألوان العذاب الذي يجريه الله على النظر من الحارث يعني من أرجع المسألة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة على العذاب الواقع أنه العذاب الواقع إنما سيكون كل خمسين ألف سنة أو خمسين ألف على لون من ألوان العذاب كما قال لابثين فيها أحقاب والحقب كما ورد عن علي رضي الله تعالى عنه وعن ابن عباس أن الحقب مئة سنة وعن ابن عباس الحقب ثمانين سنة كل سنة ثلاثمية وخمسين يوم كل يوم كألف سنة مما تعدون قالوا أنه هذا كأنه يشعر بانتهاء العذاب قال العلماء قالوا لا كما ذكر ذلك النسابوري في غرائب القرآن ورغائب الفرقان قال إنما هذا المراد به اللون الواحد من العذاب أعاذنا وعاذكم الله منهم قال على أنه الله سبحانه وتعالى يحكم بين الخلق لخمسين ألف سنة نعم الله سبحانه وتعالى ليس عنده زمن كما أنه خلقنا جملة ورزقنا جملة يحاسبنا جملة ولكن المراد من ذلك الوقت هو تعظيم ذلك الأمر على الكاثرين فقالوا على أنه مقدار خمسين ألف سنة قالوا بينما يكون على المؤمن على قدر صلاة مكتوبة وإن كان الحديث فيه ضعف ولكن قالوا أنه على المؤمن يكون على قدر صلاة مكتوبة ولذلك لاحظ قال فأصحاب الجنة خير مقاما وأحسن مقيلا البعض يقول لا نوم في الجنة كما ورد في حديث الترمذي لما سأل النبي عن النوم قال لا نوم في الجنة إذن كيف القرآن يقول أحسن مقيلا أي لهم مقيل ولهم نوم نقول لا ليس المقصود هذا كما ذهب بعض أهل التفسير وهذا يعتبر من أجمل التفاسير في معنى هذه الآية قال على أنه المعروف أنه صلاة يوم القيمة سيقع فجرا كما ورد في الحديث حديث الإمام مالك ويقع يوم الجمعة طبيعي ويقع الفجر كما ورد أنه الحيوانات تسخوا بآذانية مصرية بآذانية تنتظر النفق في الصور فقال والقيلولة ما تتكون القيلولة والقائلة عند العرف في السابق تكون قبل صلاة الظهر فمن مجموع الآيات والأحاديث قال أن أهل الجنة قبل أن يدخل عليهم الوقت الآخر في الصلاة التي كانوا يصلونها في الدنيا سيقيلون في الجنة أي سيكونون في الجنة قبل أن يمر عليهم ذلك الوقت وهذا من عظيم نعم الله على العبد ومنهم من قال على أن الله سبحانه وتعالى الخمسين ألف سنة أي أن الله سبحانه وتعالى يتولى حسابكم بما يشاء فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هناك فرق بين الأمر وبين الخلق قال ألا له الخلق والأمر لكن هنا قالوا أنه لو تولى أعقل الخلق وأفضل الخلق تولى حساب الناس في ذلك الوقت وفي ذلك اليوم سيكون يحتاج إلى خمسين ألف سنة لإتمام ذلك الحساب والخمسين ألف سنة يعني هذا المقدار العظيم في بياني لاحظوا يعني كيف سيكون من حال المشركين يقفون في ذلك اليوم خمسين ألف سنة بين خوف وحاشاكم والسوداد الوجه ويعني توعدوا الزبانية وهجوم جهنم عليهم تريد أن تلتقطهم يقفون في ذلك الموقف المخزي عاذنا وعاذكم الله لذلك يعني ورد في الحديث على أنه المقدار خمسين ألف سنة للعذاب كان ورد في حديث الإمام أحمد وكذلك الإمام النسائي والحديثين يعني الحديثان صحيحان أنا سأختصر الحديث لضيق الوقت أنه سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما جاءه رجل من بني عامر فسلم ثم ذهب فقال له هذا أكثر بني عامر أموالا فقال ردوه علي فأعدوه ثم سأله فقال له يعني ما لك من النعم قال لي من الإبل وأخذ يعدد كل لون من ألوان الإبل الإبل والخيل والبقر والغنم وغير ذلك من الأموال الكثيرة التي عنده فقال قال أنه احذر احذر أن يوم القيامة إذا قصرت في حقها وقصرت في أنه في صدقتها وفي إعطاء زكاتها فإن الله سبحانه وتعالى سيجعلك في قاع قرقر أي أرض منبطحة ويجعل الدواب بقروني حتى التي ليس فيها عضاء ولا يعني ليس فيها واحدة ساقة قرونها كلها الله سبحانه وتعالى يعيد لها قرونها قال فتطأه تطأ الرجل تأتي عليهم أفواج فتطأه حتى إذا انتهى آخرها ردوا على أولها أرجعوا مرة ثانية ويبقى هكذا تطأه تطأه الدواب والخيل والإبل والنعم التي عنده إلى خمسين ألف سنة مقدار العذاب الذي يسلطه الله على الكافر حتى على المؤمن الذي لا يؤدي يعني زكاة ماله ولا يؤدي حق الله فيما استودعه الله كما قالوا أنفقوا مال الله الذي أتاكم وحتى الذي له كنز أو حتى الذي عن عام وغير ذلك من النعم الكثيرة فإن الله سيوقع عليه العذاب العظيم في حال تقصيره في حق الله ولذلك يعني هناك سؤال جميل قالوا أنه جاءت في هذه السورة خمسين ألف سنة وجاء في سورة أخرى مقداره ألف سنة مما تعدون فكيف التوفيق في قضية خمسين ألف سنة وبين ألف سنة أيضا عن ابن عباس لما سئل عن خمسين ألف سنة قال أنه هذه مواطن مواطن القيامة طويلة والقيامة أيام فالبعض تكون عليه ألف سنة والبعض تكون عليه خمسين ألف سنة أيضا مما ورد من هذا مما قيل عن السلف قالوا على أنه خمسين ألف سنة إنما هذه تكون مواطن للعذاب يعني كلها مواطن للعذاب أما الجمع بين الآيتين فقد ذكر ابن جماعة وكذلك يعني ابن جماعة في كشف المعاني وكذلك أيضا غيره وضح البرهان والبرهان للزركش أيضا ذكروا مثل هذا القول قالوا أنه أنه ما بين السماء الدنيا إلى السماء إلى السماء الأولى ألف سنة وما بين أمر الله من السماء السابع إلى السماء إلى الدنيا خمسين ألف سنة فكأنه هذه المسافة بين السماوات يعني من أراد الوقوف والتفصيل في ذلك فالكلام فيها كثير ولكن هنا نذكر أنه ذكر اللفظ بألف سنة والعرب يعني ليس عندها عدد أكبر من الألف فكانت إذا انتهت إلى الألف قالت ألف ألف لأنه ليس عندها عدد أكبر من الألف فكانت تعرف الألف أما السنة فكما قلنا السنة يراد منها الجذب ويراد منها الشدة ويراد منها الأمر العصيب وهذا الذي كانت تعرف العرب في خطابها نعم نتوقف إلى القدر إن شاء الله على أن نكمل معكم في الدرس القادم بعونه تعالى إلى ذلك الحين نستدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته